موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية بداية نستهلها بأبرز العنوين موسيقى محافظ حضر موت وشيد ببرنامج الغذاء العالمي وتوسيعه لنطاق عمله اختتام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضر موت موسيقى موسيقى مدينة سيون تشهد موجة احتجاجات مطالبة براحل قوات المنطقة العسكرية الأولى موسيقى أهلا بكم معك بحث محافظ محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء روكين فارج سالمين البحسني بمكتبه اليوم مع وفد من اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية جهود برنامج الغذاء العالمي بالمحافظة عبر مشروع الأمن الغذائي الذي ينفذه الإئتلاف وأشاد محافظ حضر موت بالجهود التي تفذل اتجاه المشروع وتوسيعه لنطاق عمله ليشمل مديريات جديدة في حضر موت من جانبه أشار المدير التنفيذي للإئتلاف فهمي بن منصور بأن برنامج الغذاء العالمي الذي بدأ عمله بحضر موت قبل تسعة أشهر سيوسع نطاق عمله ليشمل سبع مديريات جديدة بالمحافظة هي ترين والسون وشبان والقطن والريد وقصيعر والشحر والديس الشرقية ليصبح مشموعة المديريات التي يستهدفها البرنامج خمسة عشر مديرية كما أوضح بن منصور إلى أن مجموعة الأسر التي تستفيل من البرنامج بشكل شهري بلغ ثلاثين ألف أسرى توزع عليها سلة غذائية قام وكيل أول حضر موت الشيخ عمر بن حبريش العلي بزيارة للمنشأ الرياضية لنادي التضامن الرياضي الثقافي الاجتماعي بالمكلة التقى خلالها أعضاء الهيئة الإدارية للنادي وخلال اللقاء استمع الوكيل بن حبريش من أعضاء الهيئة الإدارية خطة نشاط النادي في لعبة كرة القدم ومختلف الألعاب الرياضية والصعوبات التي تواجههم وحاجة منشأة النادي للصيانة وإعادة تأهيل بعض الملاعب فيها كما اطلع على استعدادات الفريق الأول للنادي لكرة القدم لخوض المباراة النهائية في بطولة كأس حضر موت السادسة مع فريق سمعون بالشحر المقرر إجراؤها في ملعب الفقيد باراد بالمكلة في الثامن من الشهر الحالي وأكد وكيل أول حضر موت على اهتمامه وقيادة السلطة المحلية بالعمل الرياضي والشبابي بالمحافظة والنهوض به نحو الأفضل داعيا الهيئة الإدارية للنادي إلى رفع تصورات المتكاملة بشأن صيانة هذه المنشأة والحفاظ عليها افتتحت السلطة المحلية بوادي وصحرائي حضر موت اليوم المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه وتعرفت السلطة خلال جولتها في أقسام المركز على مكوناته التي تضم عدد من التجهيزات الطبية اللازمة والمحاليل الخاصة لتوفير دم آمن للمرضى المحتاجين وأشارت السلطة المحلية أنها تولي القطاع الصحي أهمية كبيرة من خلال دعم وتنفيذ العديد من المشاريع الصحية مثمن جهود الكادر الطبي والإداري العامل في جميع المرافق الصحية بدوره أوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي بأن المركز سيضيف نقلة نوعية في خدمات الدم من خلال توفير مشتقات الدم بصورة آمنة ومجانية لجميع المرضى المحتاجين في كافة المرافق الصحية الحكومية والخاصة شاكرا كل المساهمين في إنشاء وتجهيز هذا الصرح الصحية ناقشات سلطة المحلية بوادي وصحراء حضر موت الإجراءات العملية لمكافحة حشرة سوسة النقيل في اجتماع لها بمدينة سيئونة واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب الزراعة والريب الوادي والقائم بأعمال مدير مشروع وادي حضر موت الإجراءات التي ستتخل لمكافحة حشرة سوسة النقيلة ودور الجهات المعنية لحصر مناطق الإصابة ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى حفاظا على شجرة النقيلة وفي سياق متصل اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء المحافظة على مشروع وادي حضر موت الزراعي الذي يتضمن حفر الآبار في عدد من مدن ومناطق الوادي وأوضح القائم بأعمال مدير مشروع وادي حضر موت الزراعي أنه تم إنجاز العمل بنسبة 50% من مشروع حفر بئر في منطقة الواهد بمديرية العبر وإن المشروع القادم يتمثل في حفر بئر آخر بمنطقة عيديد بتريم أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضر موت الأستاذ جمال سالم عبدون إن قطاع التربوي والتعليمي خطى خطوات ثابتة ونوعية في الاستقرار وتوفير كافة عناصر منقومات نجاح العملية التربوية والتعليمية في العام الدراسي الجاري جاء ذلك لدى ترأسه اجتماع أعمال الدورة الأولى للمجلس الفني بمكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة للعام الحالي وأشار الوكيل عبدون في كلمته إلى مضاعفة الجهود في المتابعة والإشراف والتقييم والتشخيص الواقع العملي بالمدارس والمجمعات والرياضة للأسهام والارتقاب جودة التعليم وقال أن قيادة التربية بالساحل تطلع بأن يحصد أبناؤها وبناتها راكز متقدمة على مستوى المحافظة والجمهورية عقب ذلك استعرض المجلس الفني خطة العام لدورات المجلس القادمة ومناقش التقارير مفصلة للنشاط الشعب والدوائر الخاصة بمكتب الوزارة بالمحافظة وتقارير نشاط إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلة وتقارير اختتام معرض الوسائل التعليمية والأنشطة اللصفية للفصل الدراسي الثاني ونزولات فرقة توجيه بالمحافظة وتقارير نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول ونشاط مركز النور للمقفوفين وتدريب المعاقينة تفقد مدير عام مدرية القطن عبداللطيف النقيب معية مدير عام الصحة والسكان بالوادي والصحراء دكتور هاني العمودي سير العمل في إعادة تأهيل وترميم قسم الطوارئ بمستشفى القطن العام البالغ كلفته 12 مليون ريال والممول من الصدقة المحلية بالوادي والصحراء والطلعاء النقيب والعمود خلال جولتهم على نسبة الإنجاز في أعمال الترميم والتأهيل مشددين على سرعة الإنجاز لما يحتله هذا القسم من أهمية وما سيقدمه من خدمة للمرضى كما أكدوا بأنه سيتم التأثيث والتجهيز وتوفير سيارة إسعاف للقسمة بعد انتهاء العمل من قبل الصطة المحلية ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي والصحراء حضر موت نظم جمعية حضر موت العلمية الزراعية بمدينة الموكلة ورشة عمل حول مساهمة المؤسسات الحكومية والمجتمعية في تنفيذ دراسة واقع ومستقبل الصراع بمحافظة حضر موت وفي الجلسة الافتتاحية للورشة أشار مدير مكتب الزراع والريب الساحي لحضر موت المهندس عوض بالكيمان أن هذه الدراسة العلمية تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الزراعية مثمنا جهود الجمعية العلمية الزراعية على نجاعها في تنفيذ هذه الدراسة من جهته أوضح الرئيس الجمعية دكتور محمد سعيد خنبش أن الدراسة استمرت على مدى عام كامل اجتملت على خمسة أبواب سيتم ترجمة مخرجاتها إلى إعداد مشاريع تقدم وتنهض بالقطاع الزراعي واستعرضت في الورشة مخرجات الدراسة العلمية والاقتراحات والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة العلمية التي نفذتها جمعية حضر موت العلمية الزراعية رأس مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية وتروات المعدنية فرح حضر موت المهندس صلاح بابحير اجتماعا بمقرر الهيئة مع المستثمرين العاملين بمجال المناجم المفتوحة بمديرية غيلبة وزيرة وتطرق المهندس بابحير إلى أعمال المناجم المفتوحة التي ينقصها الفنيين والدراسات الاستكشافية والاختبارات الفيزيو ميكانيكية والاختبارات الكيميائية وهكذا عملية القطع الارتجالي التي تسبب إهدار للخامة وقدم المهندس بابحير للمستثمرين الإرشادات والتوجيهات وطرق الحديثة التي توفر الجهد بكلفة اقتصادية وضح لهم ألية احتساب الإتاوات ونظرا لترأكمها سيتم جدولة عملية الدفع لهم لهذه الإرادة وسيتم تسهيلها لاستمرار العمل والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية عقب ذلك أعراب المهندس بابحير عن شكره للمستثمرين واستجابتهم وتفاعلهم مع قرارات الحيئة وأوضح لهم أنه سيتم ابتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتخلفين اقتتمت فعاليات أعمال المؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضرمون تحت شعار طلاب الجامعة في خدمة التنمية وبمشاركة 33 بحثا علمي ثم فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثامنة واستعرضت الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر 13 بحثا علمي في مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية والصحية والبيئة والعلوم الإنسانية والاجتماعية وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلها الطلاب والطالبات في إعداد البحوث وحثهم على استخدام الأساليب والمفاهيم العلمية لتطوير وتحسين صورة البحثة وفي ختام أعمال المؤتمر قام الرئيس الجامع ونائبه لشؤون الطلاب ورئيس لجنة المؤتمر بتكريم الطلاب والطالبات المشاركين بالأبحاث العلمية بالمؤتمر بشهادات تقديرية أصدرت المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت بيانا توضيحي حول أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في مدن ساحل المحافظة خلال اليومين الماضيين وقالت في بيان نشر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الأسباب التي أدت إلى تكرار انقطاع الكهرباء بمختلف الأوقات جاء نتيجة لتوقف تزوير محطات التوليد بالوقود الكافي لتشغيلها وهو ما دفع بإدارة المؤسسة للدخور في برنامج تخفيض الأحمال ولفت البيان في ذات السياق إلى عودة استقارة التيار الكهربائي بعد الاتفاق والتنسيق بين لجنة الوقود وزارة الكهرباء بالعاصمة عدن وإدارة مكتب تنسيق المنح السعودية بعدن والمكلة وسطة المحلية بحضرموت والتي تمحورت في استمرار منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية للمناطق المحررة وأشار أيضا إلى أن الجهود مستمرة بالسعي لتجديد منحة الوقود للأشهر القادمة لتجاوز معاناة الصيف القادم شهدت مدينة سيئون موجة احتجاجات منددة بالقتل الذي يتعرض له أبناء وادي وصحراء حضرموت تحت مرأة ومسمع الجهات العسكرية والأمنية المرابطة بالوادي وطالب المحتجون برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى وتمكين النخبة الحضرمية بالقيام بأمن الوادي والصحراء ومحاسبة المتسببين في عمليات القتل والاغتيال التي يتعرض لها أبناء وادي حضرموت وأغلق المحتجون الشوارع الرئيسية وشل الحركة في المدينة بعد قيام قوات المنطقة العسكرية الأولى باعتقال أحد الشباب المحتجين ودعا تنظيم شباب الغضب بسيئون التصعيد وتمديد العصيان المدني حتى إطلاق صراح الشاب المعتقل شهدت مدريات ساحل حضرموت هطول أمطار متفاوتة بين المتوسطة والقفيفة أدت إلى تجمع المياه في الشوارع وسالت على أثرها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة كما شهدت المرتفعات الجنوبية لهضبت حضرموت هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة مع تدني مستوى الرؤية جراء الضباب الكثيف الذي تسبب بحوادث مرورية أدت إلى وفاك أحد المواطنين وكانت غرفة الإرصاد والإنذار المبكر بديوان محافظة حضرموت قد نبهت المواطنين ومرتادي الطرق في تقريرها الجمعة الماضية لحالة عدم استقرار الأجوال فترة من الثالث وحتى الخامس من مارس الجارية نهاية النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباه محافظ حضرموت تشيد ببرنامج الغذاء العالمي وتوسيعه لنطاق عمله اختتام أعمال المؤتمر العلمي الرابع لطلاب جامعة حضرموت مدينة سيون تشهد موجة احتجاجات مطالبة براحل قوات المنطقة العسكرية الأولى هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلة المحلية شكرا على حسن الإصغائي والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر